كان يستحق يتواجد في قائمة كأس العالم لمنتخب مصر ولا لا ولكن بالنعشها عشان نقول لكم كمان في البداية ان قراء كابتر رضا عبد العال احيانا بتكون سم قاتل لا تشرب رأي كابتر رضا الذي يحاول احضاره الى عقلك لان حتى لو شفنا تباين في الاشادة بفايلر احيانا حتى بدون ذكر لاي سلبيات وعلى الجانب الاخر بداية لمجرد استبعاد لاعب او اكتر يبدأ يوجد الجمهور اساءة حتى لبعض لاعب الاهلي في نقضهم هنوقف عند اراء كابتر رضا عبد العال اللي كان لو البعض خاد بيها كان ممكن نشوف الكرم ازاي ما هو بيعتقد افضل لا اسوأ في حاجات كتير نشوف رأي كابتر رضا عبد العال عن كابتر محمد الشناوي في اعقاب اختياره لقائمة المنتخب في كاس العالم كرة بدع الجنش اللي نقضها والكرة اللي جات في العرض دي عفريت النهار ده عفريت جنش النهار ده شال الكرم كل حتة ما شاء الله يعني احنا دايما ويمكن قلنا من حلقتين ثلاثة ان هو لازم يلعب منتخب ويبقى رقم واحد صح؟ ايه صحيح رقم اتنين يبقى عواد عواد شفت النهار ده لقطة لوك ده على اليوتيوب صادد انفراد وتتردل الراجل التاني بيحطها بدماغه والراجل بيعمل تغيير اتجاهه ويطلع حمل مقص ناحة التانية رشاكة ما شاء الله يعني الناس دي شفت انت بقى الشناوي بتاع بيراميدز شفت الشناوي بتاع النادي الاهلي في الخمسة حرام انه دولة يلعبوا والاتنين دولة ما لعبوش حرام اه طبعا ودير سالة لكابتن احمد ناجي الدمير بقى مليش دعوا بالنادي الناس عندها ضمير اكيد بس دي اختيارات فنية يعني يا بس معني بقى طب اتكلم في الاختيارات بس مليش دعوا بالضمير لا 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 بص اللي احنا بنشوفه او احنا بص بنشوف انت لما الشناوي علي ساعد كاس العالم قولنا يقف على عصام الحضر وعلى اي حد حصل ايو حصل الدمير فعلا الدمير هو اكتر حاجة محتاجين نقف عندها يا كابتن رضا دايما بتشوف بفكرة الرأي اللي حيسير جدل وحيبقى مختلف وراهن عليه لو ما تحققش الناس بتنسى بس لو اتحقق يبقى انا قلت حاجة مختلفة كل مرة كابتن رضا بيبيع بالفكرة دي الغريب انه هو قال فعلا نسمى القاتل قال نقطة مقتله في الفيديو اللي قاله دا قال انا شفت العواد لقطة على اليوتيوب هل دا تقييم فني يعني انا عايزة قيم حارس هقيمه من خلال لقطة على اليوتيوب وهل اللقطة على اليوتيوب دي تخليني اتهم مدرب حراس المرمى بان ما فيش ضمير الغريب ان انت لما قلت ان الشناوي في كاس العالم يلعب او ما يلعبش في قوم افريقيا الشناوي كان احد ابرز لعيب منتخب مصر في قوم افريقيا بشهادة كل المنتمين لقرة القدم فبالتأكيد والحمد لله ما خدناش برأي ان جنش اول طبعا الاصابة ونتمنى له الشفاء العجل وهو عاد تقريبا ومحمد عواد لا لعب الشناوي واجات فا ايه دا الرائي الاهم بقى تعالى الموضوع كاس العالم ونشوف انت اصلا كنت بتقول ايه كمان عن حراس المرمى نعم احنا رايحين كاس عالم يا استاذ وقيم يعني مثلا الاختيارات نبدأ من حراس المرمى حراس المرمى عواد دوت احسن حارس في التلاتة اللي خادوا دا كل الاحصائيات وكل النظريات وكل المحللين وكل بتوعقورة بقولك ان احسن حارس مرمى السنة دي عواد لا خلاف يعني مفروض ما يسا اخوضه التالت انت واخد شريف اكرامي يعمل ايه واخد الشناوي يعمل ايه ما الشناوي اللي عمل المطش اللي فات وثلاثة اربع كور وقعوا من ايده معناها كور عمودية يعني مش كورصات كمان دبابير يعني دا احنا المطش اللي جاي بتاع الارجوية استاذ وائل هتلاقي الدبابير على حق ربنا لان فيه تنرسط حربة دولا الكفر ما يعرفوش حياة غير انهم يجيبوا جوان كفر ايه بس يا كابتن ريدا استاذ بالله اه لا ما دبابير دي عادي لكن كفر دي استاذ بالله دمير ايه دا انت خلت في سكة تانية خالص لكن الغريبة كابتن ريدا انت كلها متتكلم عن كابتن محمد الشناوي بانتقاد يوم راد عليك رد مقنع جدا كابتن محمد الشناوي في مباراة الدبابير الكفرة افضل لاعب في المباراة لأول لاعب مصري يحصل على جهزة افضل لاعب في مباراة في كأس العالم ده الدبابير امام الدبابير وامام الكفرة واعتقد عمل مباراة كبيرة جدا اعتقد ممكن ما يكونش شاف الماتش اصلا بس الاهم والقضرة او يكون برجوية اسلامه الدبابير كان مؤثر على رؤية كابتن ريدا اللي هنروح للفيديو ده بقى حاليا نشوف كابتن ريدا شايف الامور ازاي فيما يخص اختيار القائمة اللي هتشارك مع المنتخب الولمبي في اولمبيات توكيو عشان هيكون لنا تعقيب مهم جدا فالراجل لما الكابتن احمد ناجي بحث لعبات اكسن بجلالة الهواتف مش ماسك اهوه وبعيد الراجل انا كلمته وطوله ما تزعلش مني لان مصر فوق الجميع قال لي عندك حق وطوله ما تزعلش وانا بتأسف لك على حصل بس اي حد هيجي مكان احمد كابتن احمد ناجي هعمل فيه كده طالما انه هو يعني في موضع المسئولية انا مثلا وانا هتضرب حراس المرمى بس انا عايز ان الكابتن يبقى احسن حراس المرمى هو اللي بيدربها هو اللي حملها هو هو ما يبقاش فيه خيار وفقوص ما يبقاش فيه مجاملات ما يبقاش فيه لون الفانيلا ما يبقاش فيه طب ما تخرجنيش عن اللي انا بس بقول لا انا بقول لك اتصالحنا اهو طيب خلق يبقى او انتو كنتوا منخصمين ليه اه عشان ان انا كنتوا منتقد الكابتن احمد ناجي اه لا كابتن احمد ناجي شخصية محترمة وانت شخصية محترمة والحمد لله السلح الخير دلوقتي خلينا في التلاتة بس اللي يروحوا للأولمبياد بس اللي هم الناس كلها بتتكلم دلوقتي والصاحب الرأي الاول والاخير هو اللي هيختار الكابتن شوء غريب اه تاخد برأي معين محدش بياخد برأي الا بعد ما المصيبة تحفظ اه طلاح طلاح ومحمد الشناوي الله عليك واخد بلد الله عليك وبعد كده احنا عندنا التلات فراودة كويسين اول اللي هم تح تمام مصطفى محمد ما خلاص دول ده المفروض دول اللي هم يلعبوا بقى في المنتخب الاول ده طبعا فمش اتقرب هنا لا لا خلاص ده دولت اصلا ورمضان صبحي ورجالة دي خلاص حجزوا هو بنا بقولك الاضافة اللي بعد كده المنتخب مصر اللي هو القادم اه هتنزل محمد صلاح والاتنين لحراس المرمى والباقي شكرا نعم نعم تاني تاني ايه اللي انت بتقول ده انا بقولك اللي اتنين لحراس المرمى محمد الشناوي ومحمد عباد وطبعا محمد صلاح اه واحنا هنلعب بحراس بس محمد الشناوي هو معاه محمد عواد والمهم ان الكابتن رودا بقول محدش بياخد برأي غير لما المصيبة تحصل والله الحمد لله ان محدش بياخد برأيك وتحية للكابتن احمد ناجي اللي انت اتكلمت عنه وقلت الضمير لان هو وقف مع حارس يستحق الحارس ده هو اللي لو كابتن احمد ناجي احمد ناجي كان استجاب للحظة لضغوطك كان زمان الحارس اللي انت بتقول يشارك في أولمبياد توكيو فقد الثقة وما شاركش اعتقد الضمير ما كانه واحد بس واعتقد ان فعلا انت عرفت سبب ان محدش بياخد برأيك لان يا كابتن رضا انت محتاج تراجع أراءك اللي غالبا انت مش هترجعها لان كالعادة هقول الرأي يبقى مخالف ومش منطقي وارجع عن أراهن ان الناس هتنساه وبرضو بكل سهولة اطلع اتكلم عن كابتن احمد ناجي وكأنه الامور كانت شخصية لا ما كانتش شخصية انت فعلا اسأت الكابتن احمد ناجي اللي اثبت بدون ان يتحدث ان هو مدرب صاحب رؤية في وقت كان بعض الاشخاص ما عندهمش اي شكل من اشكال الرؤية وبص انا عشان بس نوضح لان بعض الناس هتلعب على فكرة انا بنتقد الحالة الفنية في التوقيت الفلاني احنا جبنا تصريحات كابتن رضا عبدالعال عن الشناوي قبل كأس العالم ورد عليه محمد الشناوي في كأس العالم جبنا تصريحات الكابتن رضا قبل اومة افريقيا ورد عليه محمد الشناوي في اومة افريقيا يعني الوقت اللي كان بيتمي في انتقاد محمد الشناوي كان محمد الشناوي بيرد فعليا في الملعب على كابتن رضا لأنه وارد جدا يكون مستوى حارس المراضي عالي في موسم أقل فيكون الرأي متباين لكن لا الرأي ما كانش متباين الرأي فعايز تقلق شناوي كان بيقول لا يصلح والغريب بقى فعايز إن الدنيا كلها بتتكلم عن محمد عواد الكابتن رضا عبد العال عايز نلعب بيهم في الأولمبياد باتنين حراس مرمى أنا بدأت أقلق من مضحك في محمد شناوي ربنا أستر لكن الموضوع ما كانش خاص بكابتن رضا عبد العال فقط لغير كان بردو فيه نقاد رياضيين مع رفاقين